إذا اليوم رو عمنا نحكي عن هذا الموضوع بالفعل فيه كثير يعني ناس بيشكوا الشعري بيضلوا يتساقط يمكن أول إشي منسأل عليه بأنه لازم تعملوا بحوصات عشان نشوف إذا في عندكم نقص فإذا اليوم نحكي عن هذا الموضوع في البداية دي مهم الأغذية والأكل اللي عم ناكله من جوة يعني لتيدخل من جوة عشان يعكس على بشرتنا على شعرنا تحديدا أيضا صح مية بالمية هلأ بداية أكتر إشي بتخوف أو بتقلق الناس بالأخص البنات موضوع شعرهم لما يبلشوا يحسوا أنه فيه تساقط الشعر بتخوف وهلأ فيه عندنا تساقط الشعر الطبيعي اللي هي اللي بتمر فيه مراحل الحياة تبعة الشعر أو السايكل تبعة الشعر اللي هي الطبيعية اللي ممكن إحنا نخسر خلال اليوم تقريبا ما يعادل من 50 إلى 150 شعر يوميا وهذا الحد الطبيعي لإنه هلأ ممكن إذا خسرنا شعر أكتر من هيك يبلش الناس تقلق بشكل كتير أكبر هلأ فيه عندنا مواسم معينة عشان هيك إحنا منسميه تساقط الشعر الموسمي بالأخص هلأ هاي الفترة نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف ممكن الناس عم تلاحظ أنه هاي أكتر فترة ممكن يصير في عندهم هذا التساقط بدأت منهم أن الأمور طبيعية وإنته ممكن إحنا نعرف أنه الموضوع طبيعي لما نشوف كمية الشعر وطبيعة الشعر نفسها بتظل طبيعية يعني ما فيه إنها أرق أو فيه مشكلة حتى بالشعر نعرف أنه هذا تساقط شعر موسمي ما نقلق نحاول نراقب بس شعرنا ممكن هذا يستمر عنا شهرين لثلاثة شهر بعد الثلاثة شهر ممكن نبلش نقلق بشكل جدي ومحتاجين أنه نبلش نعمل الفحصات المخبرية هلأ بالعادة فيه عندنا كثير مشاكل صحية ممكن يكون لها علاقة بتساقط الشعر منها مشاكل غض الدرقية نقص بالفيتامينات والمعادن اللي محتاجة أكيد لفحصات مخبرية لنتطمن ونتأكد أنه أمورنا بخير أو محتاجين أنه لإجراءات علاجية أو حتى ننظم من النظام الغذائي تبعنا نعم هلأ من ناحية التغذية أنا كتير أمور شو هي أكتر الأشياء اللي لازم نركز عليها اللي بيكون فيها عناصر وفيتاميز إحنا بحاجتها عشان شعرنا هلأ بالعادة محتاجين لعدة فيتامينات أساسية ومعادن عم نحكي عن الحديد زينك السيلينيوم البيتولف محتاجين كمان فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E هيتعتبر من الفيتامينات الأساسية لصحة الشعر هلأ ممكن نحصل عليها من عدة مصادر عم نحكي عن اللحوم والبروتينات الضرورية اللحوم البيض الأسماك الغنية كمان بالأوميغا 3 واللهون الصحية ممكن كمان نلجأ للمكسرات الصحية لأكيد جسمنا محتاجها وشعرنا محتاجها ليظل بصحة منيحة وحتى بيعطي كمان لمعان وعمر الشعر نفسه بيكون أطول لما منغذة بطريقة صحية أكتر الخدار الورقية الخضرة أكيد أشيء أساسي بالأخص كمان ممكن نلاحظ أنه السبانخ والجرجير يعتبروا من أفضل الخيارات كخدار ورقية خضرة ليعطونا النتائج الكتير منيحة نعم هل في كميات معينة إحنا لازم ناخدها عشان نحصل على هاي العناصر ولا خلاص يعني كل يوم نجرب نأكل كم ورقة ولا كيف هلأ من ناحية الخدار الورقية ما في عنا يعني ما حنقلق من موضوع الوزن كتير فعادي لو أخذنا تقريبا كوب كل يوم من الخدار الورقية الخضرة تعتبر نوعا ما كافية لنغطي الاحتياج تبعنا بالإضافة لبعض العناصر الثانية الموجودة بالأطعمة مثل زيت الزيتون عنا مثل ما حكيت لك الأفوكادو المكسرات النية كتير عناصر أساسية محتاجينها كنظام غذائي متكامل هلأ في عنا كمان أصناف من الفواكب بس لأنها فواكب فيها صارت حرارية منا ننتبه أنه ناخد الفايدة منها بنفس الوقت نحافظ سيئة فواكب موجودة البابايا جدا مفيدة للشعر عنا الفواكب اللونها تقريبا عم نحكي عن الغنية بالفيتامين سي البرتقال اللونها ما يلا اللون البرتقالي أو الأحمر تعتبر من أفضل أصناف الغنية بالفيتامين سي اللي كمان محتاجينها لصحة شعرنا نعم إيش في كمان أشياء ممكن إحنا ناخدها هل بحاجة إننا ناخد سبليمينتس ولا لا إذا بناخد هل قد حصص إحنا أمورنا طبعا أمورنا مليحة هلأ من ناحية السبليمينتس أكيد ممكن نكون محتاجين ولكن هذا بيعتمد حسب الفحوصات تبعتنا يعني الأشخاص اللي عندهم مثلا الحديد طبيعي ضمن جسمهم ممكن إنهم يستفيدوا من الأصناف الغذائية ولكن الأشخاص اللي عندهم دايما نقص حاد أول إشي لازم نعرفش الأسباب اللي بتخلي دايما فينا نقص حاد نحل هاي المشاكل وممكن إنه ناخد المكملات الغذائية هلأ فينا كتير مكملات غذائية اللي بتكون مدموجة اللي أكيد منعرفهم بتكون مخصصة لنمو الشعر والأضافر وحتى البشرة لصحتهم ولكن ممكن إحنا كمان ناخد العناصر الأساسية على شكل منفصل كزنك حديد مثلا سيلينيوم الأمور هاي بشكل منفصل عشان ناخد الفايدة منها بطريقة منيحة هلأ عم نحكي عن الموضوع بشكل متكامل فحتى النوم ممكن يأثر بشكل كتير كبير بالأخص إحنا هلأ انتقالنا من فصل لفصل ممكن يأثر على الهورمونز بالجسم ممكن يأثر على الاضطرابات والقلق اللي ممكن تصير عنا بالتالي ممكن يتأثر على الشعر والبشرة فهو ممكن يزيد عنا التساقط لحتى نحل هاي الأمور منحاول النام كتير منيح عشان نتجنب الاضطرابات الهورمونية أو الاسترس اللي ممكن يأثر على شعرنا نحاول تنظيم الوجبات كمان إشي أساسي وترطيب الجسم بشكل كتير منيح فعم نحكي عن شرب المية بشكل كتير جيد ممكن كمان ناخد بذور الكتان اللي كتير كمان مفيدة لصحة الشعر نعم نعم روما إذا بنا نحكي عن المأكلات البحرية الأسماك قدي هي ضرورية ومفيدة لأشعرنا هلا بشكل عام دائما نحكي أنه قدي الأوميغا 3 والعناصر الأساسية اللي موجودة بالأسماك والزيوت اللي إحنا محتاجينها والدهون الصحية لنحكي فإحنا محتاجين نتناول السمك تقريبا عم نحكي من مرة إلى مرتين خلال الأسبوع وننوع ما بين الأسماك البيضة والأسماك اللي الحمراء أكتر فعم نحكي عن سمك السالمون يعتبر من أغنى الأسماك اللي بتحتوي على الدهون الصحية والأوميغا 3 ومجموعة الأوميغا بشكل عام فكثير ممكن تساعدنا على الحفاظ على صحة شعرنا هلأ فيه ناس ممكن يحكوا إنه الأسماك مش كتير دائما متوفرة أو صعب إنه نوصل لها ممكن ناخد مكملات الأوميغا 3 والأوميغا 6 ما فيه عندنا أي مشكلة عشان نحافظ على شعرنا نعم طيب إذا لن نحكي عن الوقت اللي لازم نستمر يعني فينا أشخاص بيقولوا إنه أوكي إحنا رح نحسن غذائنا بس قدية بدنا وقت حتى نلاقي النتيجة هلأ بالعادة تقريبا عشان نلاحظ على تحسن شعرنا محتاجين تقريبا من شهرين لتلتة الشهر لنتطمن إنه أمورنا 100% بالحد الطبيعي تبعنا هلأ ما بعد هيك مثل ما حكيت لك محتاجين نبحث عن الأسباب الثانية يعني لو إحنا نظمنا غذائنا نظمنا نومنا رطبنا جسمنا كتير منيح كل أمورنا كويسة ولسه عنا نفس المشكلة منا نبحث عن الأسباب الثانية هلأ في أشخاص وراثيا ممكن تكون عندهم صلع ولكن إحنا منحاول عشان منوتر حالنا زيادة نستبعد أي أشياء ممكن أن تقلق الناس وممكن إحنا نبدأ بالأشياء اللي سهلة تحت إيدنا إنه إحنا نعدل منها هلأ أمور تانية كمان محتاجين أن نعملها نحافظ على صحة شعرنا الخارجية ففي عنا الماسكس الممكن نعملهم من أسئس أطراف الشعر كل فترة في عنا كمان أمور طبيعية ممكن نستخدمها فهو الموضوع بدو يكون عناية من الداخل بتتغذي وأيضاً عناية من الخارج حتى ممكن نستخدم مش بس مستحضرات وإنما كمان في خلطات طبيعية ممكن أن نستخدمها لشعرنا وبتفيدنا شكراً لوجودك معنا خبيرة التغذية العلاجية أهلاً وسهلاً فيك روان الجعبري اشتركوا في القناة